درجة الحرارة بدأت نقل في الأجسام عن طريق تلت 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 طرق كان اولها انتقال الحرارة بالتوصيل وكنا قلنا خدنا مثال ونشاط الاولاني اللي هو على الأجسام الصلبة زي المعلقة مثلا وايدي حتتنقل الحرارة من المعلقة الايدي وانا حطى المعلقة في كبات مياه سخنة عن طريق التوصيل ليه لان انا عندي ايدي والمعلقة هما الاتنين اجسام الصلبة والاجسام الصلبة بتتنقل ليهم الحرارة للتوصيل وكنا اخدنا الانتقال الحرارة بالتوصيل ده هو عبارة عن انتقال الحرارة آآ خلال بعض الاجسام الصلبة من الطرف الاعلى في درجة الحرارة للطرف الاقل في درجة الحرارة. وده اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت. وليه قلنا بعد كده تصنع الاواني من الالمونيوم لها عشان الالمونيوم ده مادة موصلة للحرارة علشان كده تقدر توصل لي الحرارة للاكل علشان كده اقدر اسخن الاكل واسهوه. بعد كده النهاردة بقى هناخد طريقة لانتقال الحرارة وهي الانتقال بالحمل. بالحمل. رفزوا معي يعني ايه حمل? ان انا عندي وانا بسخن مسلا اناء على النار كده في مياه. كلنا كبنات بنعمل شاي لبابا. يعني اقل حاجة نعملها لبابا هي الشاي. مسلا بنحط البراد على النار ونسخن المياه. اول ما بلاقي المياه فيها بقليل كده. كلنا كبنات بعارفين ان شكل بقليل دي. بنعرف ان المياه قربت تغلي وبعد ما اتطلع بخار اعرف خلاص المياه غلية واقف على البراد واح واسب الشاي. كلنا بنعمل كده. طب يعني ايه بقليل ويعني ايه بخار. يلا بينا نعرف. بص له كده. دلوقتي انا عندي لما بايجي احط المياه على النار. عندي فيه جزء في في الاسفل. انا هلقولهنكو هاو باللون الادرق. وفيه جزء في الاعلى. هلقولهنكو باللون الاحمر. طب انا عملت كده ليه? وايه الفرق ما بين الجزء اللي موجود في الاسفل و الجزء اللي موجود في الاعلى. الجزء اللي موجود في الاسفل ده اللي بيبدأ منهه اه انتقال ضربة الحرارة اللي موجودة في اللحب التحت. يعني اللحب التحت اولاً بينقل الحرارة بتاعته لأول حدة في الجزء الأسفل من الماء. فنلاقي الجزء الأسفل من الماء هو أول حد ساخن. ولما يسخن يحصل ايه? يطلع ايه? البقليل بتاعته. ده نتيجة ايه? نتيجة تكوين ان الماء جواها تكون البخار. يعني لما الماء تسخر تحول البخار على طول. فالجزء اللي بيبقى في الأسفل ده ساخن. فتحول البخار فعمل ايه? اه فقاعات هوا كده. فقاعات الهوا دي معناها ان الفقاعة دي موجود فيها غاز. يعني الفقاعة دي يعني معناها غاز على طول. طب الفقاعة اللي فيها غاز دي جات من ايه? نتيجة تحول الماء من الحالة السائلة للحالة الغازية. ليه اللي حصل? اللي حصل ان هي سخنة. لما الجزء اللي تحت سخن اتحول لحالة غاز وطلع فوق. هنلاقي البقليل بتطلع من تحت الفوق. طب وايه اللي طلحها فوق بقى? انا عندي الماء بتطلع فوق امتى لما تسخن? عشان انا عندي الجزء البارد دايما يبقى تحت. والجزء الساخن دايما يطلع فوق. وده اللي بيحصل في انتقال الحرارة بالحمل. بالحمل يعني ايه? يعني البارد يبقى تحت وبعدين يسخن يطلع فوق وهكذا. وتبقى عامة دايرة كده. دايرة لغاية ما سخن كل جزيئات المية وكلها تبقى نفس درجة الحرارة كلها تنصل لمية درجة مئوية. يعني احنا عارفين درجة قليان الماء هي درجة مية مئوية. من كل اللي انا قلت دا عايزين نعرف انتقال الحرارة بالحمل عبارة عن ايه? انتقال الحرارة خلال اوسط الغازية والسائلة. بصعود جزيئات الوسط الساخن الاقل كسافة الاعلى. ما احنا حارفين? ان انا عندي جزيئات السخن السخن دايما بيبقى كسافته اقل من البارد. السخن دايما بيبقى كسافته اقل من البارد. يعني ايه? يعني الحاجة السخنة بتبقى متطيرة كده تحب تطلع فوق. ليه? عشان كسافتها اقل. والحاجة الباردة كسافتها اكبر. فتنزل تحت. كنا عارفين يعني ايه كسافة في الاول درسة خزان. درسة كتلة كسافة لما كنا بيقول يعني ايه كسافة? هي كتلة واحد او كتلة واحدة الحجوم من الماء. يعني ايه. او يعني لما دلوقتي عندي عايزة اعرف مثلا كسافة المية. تمام? كنت بقول لها هي واحد. واحد ايه بقى? من يقول لي واحدة خاز الكسافة? واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب ينسو. تمام. برغضي. جرام لكل صنص متر مكعب. دي واحدة الكسافة. فلما كنت بقول كسافة المية اديك? كنت بقول واحد جرام لكل صنص متر مكعب. طيب كان الاقل كسافة من المية كان يطلع فوقها. يحصل له طفو. والكال اكبر كسافة من المية كان بيحصل له ايه? كان بيغوز تحت المية. تمام? طيب انا برا عندي ان نحط في دماغنا ان المية السخنة دي بتطلع تطفو فوق. عشان هي اقل كسافة هتطلع فوق. لكن المية البردة بتكون كسافتها كبيرة فبتبقى نزلة تحت. بتغوز تحت. ده نفس نفس الفكرة. ان اللي بيحصل عندي هنا في الحرارة الحرارة بتتنقل من الاوساط سواء كان غازية او سائلة. وبتنتقل خلالها بازاي ان انا عندي جزيقات المية السخنة تطلع فوق. لأعلى. وجزيقات المية البردة تنزل تحت. تحصلها غبور تحت. وهكذا فبيحصل الدايرة دي لغاية من الحرارة كلها تبقى واحدة. والمية تغلي كلها. حد مش تاهم حاجة? صب. قوليني كده يا الان. بتعليف انتقال الحرارة بالحمد? انتقال الحرارة بالحمد غير. انتقال الحرارة خلال الاوساط الغازية السائلة بصعود بزيقات الوسط الساخنة. اللي هي الاقل كسافة لاعلى وهبوط بزيقات الوسط الباردة اللي هي الاكبر كسافة اسفل. تمام. ده بيحصل فانه حالة للمادة يا ماذا? بيحصل في اه حالة المادة السائلة. وايه كمان? اه بيحصل في حالة المادة السائلة والحالة الصلبة. الحالة الصلبة ما انا اشدعوا بيها. الحالة الصلبة بتتنقل بالتوصيل. اه. الحمل الانتقال بالحمل بيبقى في حالتين. يا غازية يا سائلة. بيحصل انتقال الحرارة بين الجزيئات وبعضها عن طريق حمل. ده المقبود يعني هو الحتة دي بيشرح لي كده. بيشرح لي من انا عندي الحاجة السخנה تطلع فوق اهي. الحاجة السخنة اللي هي اللي هي الحمر beast اللون الاحمر. تطلع فوق ان انا عندي التسخين جزيئات الوسط الغازي او السائل. كسافتها بتقل. فبتطلع فوق اي حدا كسافته بيتقل ويطلع فوق اعطل بيتشالف فوق الدماغة. ويحل محلها طريق مكانها فاضي مين بيحل محلها؟ الجزيئات الوسط البارد اللي هي الاكبر كسافة. لما برد بقى العكس اما اعمل التبريد عندي جزيئات الوسط الغازي تزداد كسافتها. لما برد كسافتها بتزيد. وبعد كده طهبت تحت وتحل محلها فوق الوسط الاقل كسافة. يعني بيعضوا ايه? يدوروا حوالين بعض كده. الاقل كسافة يطلع فوق والاقل كسافة والاكتر كسافة هو ينزل تحت. وهكذا. وده الموجود بالزبط في التلاجة والسخان. او المدفقة يعني. احنا ليه دائما ما بنحطش الدفاية فوق في حتة فوق? لازم نحطها تحت. عشان احنا موجودين فوق. يعني احنا مش قاعدين في الارض. احنا مسلا بنتحرك فوق بقاعدين على السرير فوق. محتاجين ايه اللي فوق اللي اللي يحصل? لو احنا حطين دفاية. دفاية كهرباء والدنيا سقعة جدا. واقاعدين في غرفة. انا محتاجة امرد الهوى اللي تحت. اه سوري اتخن الهوى لتحت او اتخن الهوى اللي فوق. ها? محتاجة اتخن الهوى اللي فوق. وانا عارفة من العلوم ان كسافة الهوى الساخن بتطلع فوق. والهوى البارد ينزل تحت. فعشان كده انا محتاجة احط الدفاية تحت في الارض. عشان هي وبتدفي. تدفي ايه? بالترسيب كده. تروح ما جايهم يمدفياني الهوى اللي تحت الاول. فالهوى اللي تحت ما يعودش تحت. اول ما يدفع او يسخن يطلع فوق. ويحل محله الهوى البارد تحت. وهكزا. فليه بيقولي توضع المدفقة الكهربية على ارضية الغرفة عشان انا بسخن الهوى القريب منها. وبعدين لما سخنت اللي كسفته بالتالي يطلع فوق. يرتفع الاعلى. ويحل محله الهوى البارد هيفضل تحت. اللي هو اكبر كسافة. ويستمر يستمر صعود طائرات الهوى اللي تفوق عشان في الاخر تدفيه الغرفة كلها. يبقى انا عندي احط معلومة في دماغي كده. البارد ينزل تحت. الساخن يطلع فوق. بس. لو سبت المقول اللي بقولها دي عندي خاصة. انا بحل اي حاجة. لو سألني عالفريزر وقال لي ليه انا بحط فوق بقى. ما استخان بحطه تحت. لكن الفريزر انا عايزة اه مش عايزة دفي بقى انا عايزة سقع. ليه بحط الفريزر فوق. عشان الفريزر هو اللي يبرد لي بقيت التلاجة. ما هو انا بحتاجة. الفريزر ده هو فيه النطور اصلا. يعني على فترة لو وقدت بالكم ان بقيت التلاجة كلها يعني ما فيهاش مش قصدي نطور قصدي المبرد نفسه. المبرد نفسه متركز على الفريزر بس. يعني الفريون نفسه لما بيجي ركيبه يعني الفريون اللي هو بيبرد ده التلاجة كلها. اما بيجي ركيبه بركيبه عند الفريزر. طب ليه بعمل كده? عشان انا عارفة ان الهوى الساخن يطلع فوق. فيتبرد عن طريق الفريزر. انا عندي في الفريزر اللي هو فوق ده. آآ مبرده هوا. تلج مثلا. التلج ده اول ما يجي الهوى يطلع لفوق يسخن. ما انا عارفة ان الهوى فوق بيسخن. انا عايزة بقى الهوى اللي تحت يبضل بارد. يعني التلاجة كلها اللي تحت تبضل بردة. فانا انا عارفة ان الهوى البارد بيبضل صحت والهوى الساخن بيبضل بقى. وانا محتاجة ابرد الجزء اللي تحت في التلاجة. فبحط الفريزر من فوق عشان انا عارفة ان الهوى البارد حينزل تحت. يبقى ليه بسبت الفريزر في الاعلى حتى يتم تبريد الهوى القريب منه. يعني انا ببرد الهوى القريب من مين? من الفريزر. وبعد كده الهوى اللي ما ببرده بتزداد كسفته. واول ما كسفته تزيد تروح نزل على تحت عطول. ما عندهاش اي فرصة تانية. تاني. دلوقتي ليه بحط الفريزر فوق في التلاجة. عشان محتاجة الفريزر ده بيبردني الهوى اللي حواليه. الفريزر بمبرد. فيبرد لي الهوى اللي حواليه. لما الهوى يتبرد يحصل له ايه? لما الهوى يبرد يعني او يسقع. يحصل له ايه? ينزل تحت ولا يطلع فوق? ينزل تحت. ينزل تحت تمام? ينزل تحت ليه? عشان ايه? عشان يحل مكان الزي. ايوة ايه اللي بينزله تحت اصلا? عشان هو ماله? عشان هو اقل كسافة. لأ اقل. مين اللي قال اقل عدرابو ده نبقى? عشان هو اكبر كسافة. الاكبر ينزل تحت. الاقل يطلع فوق. لما بيبرد كسافته بتزيد. شباب ركزوا معاي. اما يكبر اي يبرد يعني كسافته بتزيد. لما يبرد كسافته بتزيد. تاني. لما يبرد كسافته بتزيد. انا قلت سبعين مرة هو. لما كسافته تزيد ينزل تحت. ما احنا حطينا بقى عندنا كونسلت كده. ان انا عندي الكسافة الكبيرة بتغوز تحت الميا. الكسافة القليلة تطفوفه الميا. يبقى اللي كسافته كبيرة ينزل تحت. كسافته قليلة يطفع فوق. عقبي المبرد يبرد الميا فكسافتها تزيد. تروح نازلة تحت. فلما قلت المياه الباردة تنزل فين? او الهواء البارد تقوليني نزل تحت. لما قلت ليه? تقوليني يبس عشان كسافته زادت. كسافته زادت عشان كده نزل تحت. وبيحل محله او ما يزل تحت يعني هيعد تحت مع الهواء السخن? لا. ما هو اول ما ينزل تحت هيحل محل الهواء الاقل برودة. اللي بقول عليه كسافته قليلة. وساعتها يستمر هبوط وصعود الطيارات. اللي فوق والتحت لحد ما ابرد الثلاجة بالكامل. انا محتاج ابرد الثلاجة بالكامل فبعمل الطريقة. اقدم الشفاهم من هضوء ده? اقولو تاني. ليمس. 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 طيب. ده اللي بيحصل في انتقال الحرارة بالحامل للسوائل والغذات. طب انا بقى دلوقتي ما بسألش نفسي. انا ازاي الشمس اللي بعيدة او. اللي هي في الفضاء وانا في كوكب يعني جوا الفضاء. ازاي الحرارة البعيدة او ديني في الفضاء اللي خارجي دي تتنقلي انا. يعني حرارتها تتنقلي ازاي. طيب. انا عندي الكون اللي بره خالص ده. نطلع طيب من اللينك وانتقل تاني واعزنكم.